تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أم قاسم من البحرين سألت تقول تزيين البيوت بالفوانيس وبعض الأشياء الزينة ابتهاجا بقدوم شهر رمضان إذا كان ذلك من غير اعتقاد أنه سنة وإنما من باب العادات ومن باب الفرح بقدوم هذا الشهر فلا بأس بهذا إن شاء الله هذه من الأمور العادية والأصرف العادات الحل والإباحة ما لم يكن ذلك مرتبطا بمعتقد وإنما كان على سبيل البحجة وعلى سبيل الفرحة بقدوم هذا الشهر فجعل الإنسان مثلا عندها إضاءة في البيت أو نحو ذلك أو أي شيء يدل على فرحته بقدوم الشهر هذا لا بأس به لأنه يدخل في العادات والأصرف فيها الحل والإباحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر